الجزء الثاني وهو متعلق بالأخبار المنتشرة على سوشيال ميديا بخصوص اللعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو أنا متعمد النهاردة أفتح الموضوع ده بدري بدري كده عشان نقفل التفاصيل فيه لأن أنا عارف بعض الناس استغلت الخبر الكاذب اللي نشر النهاردة الصبح على بعض المواقع وبعض الأكاونتات الخاصة ببعض المؤسسات الرياضية في جنوب إفريقيا والناس بنت بتقولك أصل معقول الأهل هيفسخ عقده مع لعيب صرف عليه 90 مليون جنيه طبعاً الكلام ده كلام فاضي يعني قبل بس ما تناول التويتر اللي نزل على السوبر سبورت قدام قطايب قدامكم على الشاشة التويتر اللي نزل النهاردة واللي نشرت من خلال قناة سوبر سبورت على تويتر بيقولوا فيه أن بيرسي تاو يفسخ عقده مع الأهل طبعاً هذا الخبر كاذب وعاري تماماً من الصحة وبالمناسبة قبل إحنا ما ننفي حتى وقبل ما نسأل بعض مصادرنا في النادي بخصوص هذا الموضوع حتى بعض الصحف الجنوب إفريقية ردت على سوبر سبورت النهاردة الديسك تايمز برضو من أشهر المواقع الإخبارية الرياضية في جنوب إفريقيا طلعت ونفت وقالت هذا الكلام عاري تماماً من الصحة وبرستاو لم يرحل من الأهل وما زال موجود في صفوف الأهل لأن حتى لو فيه فسخ أو فيه رحيل بيرسي تاو كان النادي الأهل أعلن ما فيش حاجة تستخب يعني ده الأهل اللي كان بيعني لما كان بيبقى فيه عقوبات على بعض اللعيبة ما بالك برحيل لعب أو فسخ عقد لعب كان النادي الأهل أكيد هيعلن ضمكة هو نفي كمان من إديسك تايمز بيقولك تاو ما خرقش تاو موجود في الفريق ومستمر مع النادي الأهل في الفترة اللي جاية وفيه مصادر أكدت هذا الكلام وحتى في سياق التأرير ديسك تايمز كمان يعني راحت ونشرت من خلال بعض المصادر الصحفية هنا في القاهرة وقالت إن الكلام اللي نشر النهاردة على سوبر سبورت كان عاري تماماً من الصحة لكن قبل ما أدخل في تفاصيل الموضوع عندي جزئيتين مهمين جداً عايز أشرحهم في التفصيلة دي أو في الخبر ده بعض الناس بتستغل الأخبار دي عشان تضرب أي أرقام في الهوى عارفين فكرة زمان لما تقالك حسيني الشحارة دفع في 150 مليون طبعاً دا كان كلام في الهوى كلام مش حقيق بس الناس قاعدت ترددها ما هي فيه ناس دايماً كده تحب تكدب الكتبة وتصدقها يعني هي بتبقى تكدب الكتبة وعارف إن هي بتكدب بس بتحب ترددها كتير لغاية لما تصدقها فتبقى البنف خلاص بقى ما بين كل الناس كل شوية يرددوها برسيته وإيه اللي الأهل صرف عليه 90 مليون إيه الكلام اللي بتتقال دا وإيه الأرقام اللي بتتقال دي ومين يقول الرقم زي دا وهو مش عارف هو بيقول إيه هل هيتحاسب على الرقم اللي كتبه النهاردة وبعدين موسم واحد أصرف على لعب 90 مليون انت جبت الكلام دا منين يعني انت جبت الكلام انت بتحب الملايين ممكن يعني انت بتحب الفلوس وبتحب الملايين بس انت جبت الكلام دا منين هل هتتحاسب على المعلومة اللي قلتها النهاردة غلط؟ هل عندك نسخة من عقد اللاعب؟ هل عندك نسخة من عقد الانتقال لما تم بين الأهل والنادي الإنجليزي اللي تم شراء العقد منه؟ هل انت عارف الأهل اشترى اللاعب بكام وعلى كام قصد؟ هل انت عارف الفلوس اللي تتدفع في اللاعب على كام سنة؟ هل انت عندك المعلومات دي ولا مش عندك؟ بس هي الفكرة ايه؟ في زحمة الأخبار أطلع برقم عشان خلاص بقى الرقم ده يبقى ثابت ويبقى البانة الناس كلها تقعد ترددها وتقولها خلال الفترة الجاية إلحق بيرسي توقع بي 90 مليون تصرف عليه في سنة طبعا الكلام ده كله يعني بلغة السوشيال ميديا يعني هاري لا جديد يعني واللي قال الرقم ده هو عارف انه معظم كل كلامه هاري مفيش جديد سواء متعود ان يجد بالكتبة ويصدقها حتى بعد كده هو يردد يقولك ده الناس قالت وهو الأول واحد قال أساسا يعني طيب نروح بقى كمان للحسابات النهاردة حسابات المواقع المصرية اللي تفعلت مع الخبر وكنت أتمنى محدش يتفعل مع خبر زي ده طالما ما عندوش كواليس سوبر سبورت نشر ده الكلام ده للنهاردة لأن بعض الأطراف ممكن يكون من مصلحتها إن هي تسوى بيرسي تاو أو إن بيرسي تاو يرح عن الأهل الفترة الجاية لقضية ممكن ينتقل لنيدي تاني فيه عروض لأنديها تانية شركة ممكن تكون عايزة تستفيد بانتقال بيرسي تاو ترمي خبر لكن أنا يهمني جدا لما المواقع الرياضية هنا في مصر تتفعل مع أي خبر لازم تعرف المغزى من المعلومة مش تجري بسرعة تقولك سوبر سبورت قالت بيرسي توفسك عاده مع الأهل هو الأهل أعلن ده ارجع للأهل الأول لأن اللي أعلن من جنوب أفريقيا دي قناة رياضية أو موقع لقناة رياضية ليست جهة رسمية وليس نادي وليس اتحاد محلي طيب نروح للحسابات الرياضية المصرية النهاردة كورا بلس على تويتر قالوا أن مصدر بالنادي الأهل ينفي ما يتردد عن فسخ عقد بيرسي تاو لا صحة لما تردد في هذا الشعل نروح كمان للحساب الرسمي ليلا قورا على تويتر ونشروا وفقا لمصدر بالآله أن بيرسي تاو على قوة الفريق وهناك عروض لللاعب ولكن شفاهية نروح للحساب الرسمي لي في الجول أن النهاردة كان أول واحد سريع جدا وعايز يروح يشوف الأخبار في جنوب أفريقيا كتبوا قالوا أن بيرسي تاو يعاني من إصابة بتمزق في العادة الأمامية وموسمه انتهى مع الفريق وحاليا كمان بيرسي تاو في أجازة لأن خلاص الموسم يعتبر في النهاية وده مصدر من الأهل النهاردة قال في الجول المصر اليوم الرياضي أيضا على تويتر قالوا أن أورلانتو بايرتز يطلب التعاقد مع بيرسي تاو على سبيل الأعارة وقالوا أن في عرضين رسميين على سبيل الأعارة بنية البيع النهائي من بعض الأندية في جنوب أفريقيا وعلى رأسهم فريق أورلانتو بايرتز ده الكلام النهاردة اللي اتنشر بخصوص بيرسي تاو كنتم حريص جدا اللي أنا أتكلم على صحة هذه الأخبار وأنشر لكم اللي اتكتب في جنوب أفريقيا واللي اتنفى في جنوب أفريقيا والنهاردة اللي اتنشر وتكتب في المواقع المصرية آخر حاجة عشان بس تبقى الناس مركزة في التفاصيل المهمة لأنه في تفاصيل مهمة في مسألة الصفاقات والانتقالات لما تقال على ميك السوني رايح السودان والهلال السوداني قلنا يا جماعة الانتقالات في السودان كان أخيرة 15-8 فأي حد هيكتب من بكرة خبر أن الهلال السوداني لسه عايز لو اسم ميك السوني قل له القيد اتقفل في السودان من 15-8 طيب هيتقلك أصلا ممكن بيرسي تاو عنده عرض من جنوب أفريقيا طيب النهاردة كان في الشهر نحن نتكلم نهارة 23-8 آخر يوم لغلق باب الانتقالات في جنوب أفريقيا هيكون يوم 22-9 آخر موعد 22-9 فبالتالي قدامنا شهر الناس تبقى مركزة في الشهر ده هلا يبقى فيه أخبار كتير على بيرسي تاو وعروض من جنوب أفريقيا ده اللي هنشوفه خلال الفترة اللي جاي أنا بهتم جدا بالتفاصيل ده عشان الناس تبقى عارفة المعلومة اللي بتتنشر تبقى هدفها إيه والمغزى منها إيه والهدف من نشرها إيه خلال الفترة اللي جاي وفي النهاية النادي الأهل هيشوف مصلحته في المقام الأول هل محتاج يغير كواليتي اللاعبين الأجانب في الفترة اللي جاية ده هنشوفه في الانتقالات القادمة لكن كل ده هيكون من خلال الإعلان الرسمي عبر القنوات الرسمية سواء المركز الإعلامي الموقع الرسمي قناة النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية